ليه عشرين مبدأ؟ ليه عشرين بالزبط؟ وإيه هما العشرين؟ عشرين أنا اخترت أكتر حاجات بتسئل عليها آه يعني هما ممكن يكونوا أكتر ياهايدي أكيد أكيد يعني هو مش مجال للحصر لكن أنا حاولت أجمع أكتر مبادئ بنحتاجها وبتأثر في تكوين الشخصية وأكتر الأسئلة اللي بتجيلي على السوشيال ميديا لها علاقة بالموضوعات اللي أنا حطتها في عشرين طوبيك علشان أقدر أجاوب على الناس يمكن بشكل مستفيد أكتر في كونتنت متجمع فتقدري تشوفي فيه كأنه مرجع بتمشي معاه وبيساعدك لغاية سنين المراقة إيه هما العشرين بقى؟ إيه هما أكتر حاجة أنت بتتسئلي عليها لدرجة أني قررت يتذكريهم في كتابك والهما العشرين مبدأة؟ الانتقاد واللوم وتأثيره على الشخصية وزي بيأثر على أولادنا ربط الفعل بالفاعل أن أنا لما باجي أوجه ابني مثلا مش بوجه أن أنا رفض السلوك أنا بقوله أنت كده فأنت كده أنت كده هتبقى حرامي أنت كده متطاول أنت كده قليل أدب وكأني وأنا بوجهه أنا بلزق الصفة فيه تب أقولها إزاي؟ هنقول المشكلة أنا مش عاجبني أنك بتكلم ماما بالطريقة دي أو مش عاجبني أنك بتكدب مش عاجبني يعني خلينا نقول مبلاش بتكدب بس عاد لي تاني اللي انت قلت وهو ده كل اللي حصل مجرد أن أنا بهايلايت السلوك السيء أنا بصدق ده عن نفسي أن أنا بكدب أو أن أنا كدب فعلا مش بنقول أن احنا ما نوجهش لكن بنقول بنوجه إزاي وهو ده اللي بيفرق بعد كده في صورتنا عن نفسنا بنتك بتاكل كتير ممكن تقول لها أنت كده هتتخني أنت خايف عليها حقيقة لكن هي بتدت تاخد صورة عن نفسها أنها تخينة وأنها وحشة وأنها مش مقبولة طب أنا عايزة أوجه ده أساعدها أنها تفكر في نظام هلسي أو أنها تنزل رياضة أو أنها نبقى عندنا سيستم أو نظام معين لطريقة الأكل مثلا أو أنها بتعمل معي الأكل وهكذا ده جزء من الطريقة طب إحنا كنا بنتكلم عن العشرين مبدأ عشان نرجع اليوم أتكلمنا عن الانتقاد، تكلمنا عن اللوم، تكلمنا عن المقارنة صحيح والأسلوب، قلت ذكرتي الأسلوب دلوقتي، الأسلوب في طريقة الانتقاد مظبوط كده مظبوط تمام إزاي بدي اختيارات، ما بزنقش إبني خصوصا الشخصية القوية لما تزنقيه في كورنر أنه ماما قالت كده أو بابا بيقول كده نقطة بيبدأ يعنت في المراحقة يعني مش هيتجاوب فإزاي بدي اختيارات، إزاي بساعد نفسي أني أفكر في بداية مقبولة بساعد ابني كمان ديني إجزامبل يعني أحب أنك تشرحي لي وتشرحي لكل المشاهدين كل صفة أو كل مبدأ من الاهتميتي أنك تقوليهم بإجزامبل حلو، يمكن الوقت ما يسعنيش في كله، بس خلينا نقول أمثلة يعني على قد ما نقدر يس، أنت مش هينفع تنزل دلوقتي، طب إيه اللي هينفع؟ أنك تخلص الواجب بتاعك وبعدين نشوف هنعمل إيه وكأنه وأنا بقول لأ، بحاول أتجنب كلمة لأ ودي البديل ده لو ابني كبير، لو ابني صغير في السن 7-8 سنين بقوله أنت مش هينفع تشتغل على الآيباد دلوقتي، مش هينفع تلعب على الآيباد دلوقتي بس اللي أنت هتقدر تعمله إما أنك تخلص الواجب أو أنك تخلص الغدر بتاعك الأول وبعدين نلعب على الآيباد أيه، تدينه اختيارات أدي اختيارات، فيحس أنه هو سيد الموقف عارفة الفكرة دي بتنفع كمان في سنة 3 سنين حتى ليه؟ ما أنت مش هينفع تأخد الإزازة دي بس اللي ممكن ينفع تاخد ده أو تاخد ده ماشي، ماشي، ايه تاني المبادئ؟ فكري معنا الزعيق، الزعيق أن أنا بزعق في ولادي على اعتبار أنه دي طريقة التوجيه مين فينا ما بيزعقش؟ صح، كلنا مين فينا ما بيزعقش؟ مين أم في لحظة من اللحظات أعصبها ما بتفلتش لأي سبب؟ مش شرط يكونوا هم الأولاد السبب، عندك سترس في شغلك، عندك مشكلة في حاجة، أحياناً ممكن تكون الأم والأب على خلاف معين، فتكون الأم وصلة للافل من العصبية والضغوطات كبيرة جداً، كلنا بنزعق، كلنا بنزعق، أحلها إزاي دي بقى؟ أعملها إزاي؟ ولما زعق أصلح اللي أنا عملته إزاي؟ حلو، طلعهم مفهوم اسمه gentle parenting، التربية اللطيفة، إحنا نحب نبقى لطافة على فكرة، بس مش دا اللي احنا متكلم عنه خالص، ولا دي التربية الإجابية، ولا التربية الإجابية بتقولك ما تنفعليش أو تكوني بتمثلي أو تكوني إنسان غير الإنسان علشان ما تكسريش ولادك، عشان ما تتلقى، لأ هنزعق وهنضغط وأعصابنا هتفلت، بس الفيصل هنا هو إيه؟ العادي اللي إحنا بنستخدمه، هل هي دي الطريقة؟ ولا ده الإجابية؟ أيوة، ده العادي اللي إحنا طول الوقت ماشيين بنزعق فيهم؟ ولا ده الإجابية؟ لما بنكون مضغوطين بنغلط، بنغلط ولما بنغلط بنعتذر، لأن أنا بدي نموذج كمان لإبني بالقدوة، وده واحد من المبادئ اللي أنا حطيتها هنا برضو فالقدوة أنا بعمل إيه لما بغلط؟ أنا بدي له مفهوم إزاي صحح الغلط وبأي شكل وبأي طريقة فإني اتضغط وإنفعلت، اتعصبت، إتس أوكي لأن إحنا نحن نحن نريد مثالية، لكن العادي ولو أنا النهاردة مضغوطة في شغلي أو مع جوزي أو نتيجة خناءة أو مشكلة فهل الولاد هم المكان اللي أنفس فيه عن غضبي أو عن إنفعالي؟ الحقيقة لا ظلم الحقيقة لا وعشان كده دايما على فكرة معرفش ده بيجي للأم ولا للأب أكتر بس أنا بحس دايما أن الأم أكتر بيكون عندها الجلد أو الحتة بتاع تقنيب الضمير أنه أنا لما ببقى في مود مش كويس لأي سبب أيا ما كان هو إيه المود ده سببه إيه بتعصبها متضايقة مضغوطة تعبانة زهقانة وبتدي أطلع ده في ابني أو في بنتي أعتقد أن الأم تحديدا بيجي لها تقنيب ضمير معين وطول الوقت بنكون عايشين بالجلد دي وبتقنيب الضمير ونبقى محتاسين بقى مش عارفين نصالحهم إزاي ونراضيهم إزاي ونحاول نضحك عليهم بقى عشان ننسيهم حاجات زي كده صح ولا غلط؟ صح بس هي سايكل بس هل ده صح ولا أنا بتحيل على الأمر بتحيل طبعا لا حل مشكلتي ولا أنا عرفت أتعامل مع الضغط واللي اتأذى أنا وولادي يمكن قبلي لأنهم الأضعف